منذ السابع صباحا الهدنة بدأت في غزة هكذا وبعد 48 يوما من القصف المدمر والمعارك العنيفة والقتل المباح ساد الهدوء في القطاع مع التزام تام من الطرفين الهدوء وكبه بدء إطلاق الدفع الأولى من الرهائن الإسرائيليين ومن المعتقلين الفلسطينيين والسؤال الأكبر المطروح هل تنتهي الهدنة مع انتهاء الأيام الأربع المقررة لها أم ستتمدد لتتحول تسوية دائمة تضع حدا للنسف الدموي وتؤسس لسلام ثابت ودائم الولايات المتحدة الأمريكية تسعى بكل قواتها لتمديد الهدنة فإذا نجحت فهذا يعني أن هدوء الآلة العسكرية قد يستمر ما يؤسس لبدء حوار حقيقي وكما في غزة كذلك في الجنوب فالهدوء ساد القطاعات الحدودية ما سمح للأهالي بالتقاط أنفاسهم بعد يومين قاسيين من القصف المتبدل سياسيا الوساطة القطرية أعيد تفعيل محركاتها ولو ببطء وجون إيف لدريان سيعود إلى بيروت في مهمة مزدوجة رئاسية وحدودية فهل التقاط الأنفاس عسكريا سيسمح سياسيا بالتقاط أنفاس الجمهورية وانتخاب رئيس جديد لها بعد 13 شهرا من الفراغ الكبير وانتخاب رئيس جديد لها بعد 13 شهرا من الفراغ الكبير وانتخاب رئيس جديد لها بعد 13 شهرا من الفراغ الكبير